موسيقى فكرتها بدأت من سؤال والسؤال هو من الذي كتب في الستينيات أي قبل الاتحاد ونحن نعلم بأن هذه الفترة فترة انتقالية شفهية إلى كتابة وسؤالي لكن كان مختصاً للمرأة الفتاة المتعلمة أنا ذاك وهناك مدارس هناك بعثات هناك تعليم هناك حضور للمرأة فلماذا لم تكتب الفتاة قطعة أدبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر